السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات إذا كنت تعاني من ارتفاع سكر الدم أو مرض السكري نوع الثاني أو مقاومة الإنسولين يعني مرحلة ما قبل السكري وإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية سأقدم لك مشروب رائع جدا مكوناته موجودة غالبا عندك في البيت أو يمكن تأمينها ببساطة هذا المشروب الصحي يساعدك في ضبط مستوى السكر بالدم وأيضا بخفض السكر التراكمي وإذا كان لديك وزن زائد فهو يساعدك أيضا في التخلص منه ما هي مكونات هذا المشروب الصحي أول مكونات في هذا المشروب هو البابونش فهو غني بمضادات الالتهابات التي تساعد بتقليل فرصة الإصابة بالالتهابات بجميع أجهزة الجسم كما أنه يساعد في التخلص من مقاومة الإنسولين والعمل على خفض السكر التراكمي ويساعد أيضا بتقليل تراكم الدهون بالكبد وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية يساعد أيضا بتعزيز صحة القلب والشرائين ودعم الجهاز المناعي وتحصين الجسم ضد العدوى والالتهابات فهو يعد مضاد حيوي طبيعي مفيد أيضا بعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد وتخفيف الأعراض عند الإصابة بها مفيد أيضا بعلاج تقرحات الفم ويساعد في الاسترخاء وتهديئة الأصاب وعلاج الأرق وقلة النوم يساعد أيضا بتقليل خطر الإصابة بالتهابات المفاصل وأمراض المناع الذاتية والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام هذا إضافة لفوائده الرائعة في علاج المغص وتخفيف ألام البطن والإسهل كما أنه مفيد جدا لصحة الجلد والبشرة وتأخير علامات الشيخوخة وتعزيز صحة الشعر وفروة الرأس مكون آخر في هذا المشروب الصحي هو القرفة فهي تساعد في إبطاء سرعة هضم الطعام وهذا يقلل من ارتفاع مستوى السكر بالدم ويساعد في خفض مستوى السكر التراكمي وأيضا بالتخلص من الوزن الزائد والدهون بمنطقة البطن هي أيضا تساعد بإبطاء عملية تخزين الدهون بالجسم من خلال زيادة عملية الحرق هي أيضا غنية بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدي ولذلك تعزز مناعة الجسم وتساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض تعزز صحة الدماغ وتساعد بتحسين الذاكرة والتركيز والوقاية من الألزهايمر هي أيضا تلعب دورهام بمنع تخثر الدم وتساعد في الحماية من تشكل الخثرات والجلطات أيضا هي غنية بالمنغنيز وتحتوي على ألياف غذائية ومعادن الكالسيوم والحديد الهامي لصحة كل أجهزة الجسم مكون آخر في هذا المشروب الصحي هو الشاي الأخضر والذي يلعب دورهام بضبط مستوى السكر بالدم وتنزيل الوزن الزائد والحد من الإصابة بمراض السكر نوع تاني من خلال زيادة معدل الأيض فهو يحتوي على مركبين هامين هما البوليفينول والكافئين هو يساعد أيضا بالعمل على تنظيم ضغط الدم ومنع ارتفاعه من خلال البوتاسيوم الموجود فيه والذي يساعد في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين التروية الدموية هذا إضافة إلى أنه يساعد بخفض الكوليسترول السي LDL ويعزز صحة القلب والشرين يعزز أيضا صحة الدماغ ويحسن الذاكرة والتركيز ويساعد بالتخلص من الأرق والقلق وقلة النوم هو غني بمضادات الأكسدي والبوليفينولات لذلك يعزز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالفروزة ونزلات البرد كما أنه يساعد في الوقاية من السرطانات وكل ذلك مرتبط بتركيبته الرائعة الغنية بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدي ومعادن المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B وحطن الفوليك وأيضا الكافئين والبوليفينول مكون آخر في هذا المشروب الصحي هو الليمون عصير الليمون يساعد بتأخير تحول النشاء إلى سكر وهذا بيلعب دور هام بخفض مستوى السكر بالدم هو غني بفيتامين C وويتامينات B ويحتوي على البوتاسيوم وصوديوم ومغنيسيوم وزينك وغني بالألياف الغذائية الصحية القابلة للذوبان واللي بتلعب دور هام بتأخير المتصاص لغلوكوز أو السكر وهذا بيأدي إلى تنظيم مستوى السكر بالدم هو أيضا يساعد بخفض ضغط الدم وتنظيمه وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية كما أنه يساعد بتحسين عملية الأيض وتعزيز الهضم وتحسين امتصاص الحديد وتعزيز جهاز المناع وصحة القلب والشرائين وأيضا صحة الجلد مكون آخر في هذا المشروب الصحي هو زيت الزيتون فهو يلعب دور هام جدا بتحسين مستوى الإنسولين بالدم وتقليل فرصة ارتفاع مستوى السكر بالدم وهو غني بالأحماض الدهنية والدهون الصحية ولذلك يساعد بتقليل امتصاص النشويات والكربوهيدريت وبالتالي خفض مستوى السكر بالدم هو غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسادة والبوليفينولات لذلك يساعد في منع الإصابة بالالتهابات وتعزيز المناع هو يقلل خطر الإصابة بمرض السكر نوع تاني ويحسن عملية الأيض وعند إضافته لهذا المشروب أو لأي وجبة طعامية فإنه يقلل المؤشر لغلايسيمي وهذا بيلعب دور هام بخفض سكر الدم والسكر التراكمي وخطر الإصابة بأمراض القلب عند إضافته لهذا المشروب يرتفع مستوى الإنسولين في الدم وينخفض مستوى السكر بالدم وهذا يجعله خيار صحي جيد لمريض السكر نوع تاني حمض الأوليك الموجود فيه يساعد بخفض مستوى السكر بالدم والبوليفينولات تلعب دور هام بتقليل امتصاص الكربوهايدريت وتقليل إفراز الجلوكوز من الكبد يساعد بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فهو غني بمضادات الأكسدي ومضادات الالتهابات يساعد بمحارب الالتهابات وخفض مستوى كوليستروليسية LDL ومنع تخثر الدم وتحسين بطانة الأوعية الدموية وتقليل خطر تسلب الشرايين والسكتات الدماغية كما أنه يساعد في تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم طيب كيف نقوم بتحضير هذا المشروب؟ نحتاج لكوب ماء حوالي 200 مليلتر نقوم بتسخين الماء إلى ما قبل الغليان ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة من أزهار البابونج يعني نستخدم ملعقة الشاي الصغيرة كمكيال ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر نترك الكوب حوالي 10 دقائق بعد ذلك يتم تصفيت المزيج من أزهار البابونج ومن أوراق الشاي الأخضر نضيف للكوب بعد ذلك ربع ملعقة صغيرة من القرف المطحونة وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم التحريك بشكل جيد وشرب الكوب بهدوء على شكل رشفات خلال حوالي 10 دقائق تقريبا أي شخص ينزعج أو يتحسس من مكون من هذه المكونات يمكن أن يستغني عن هذا المكون وهذا ينطبق على أي مشروب أو طعام نتناوله أفضل توقيت لتناول هذا المشروب هو بعد وجبة الغداء ويمكن تناول كوب يوميا لمدة 10 إلى 15 يوم بعد ذلك يمكن تناوله بشكل متقطع مرتين أو 3 مرات في الأسبوع هذا المشروب مفيد جدا لضبط مستوى السكر بالدن والسكر التراكمي والتخلص من مرض السكري نوع الثاني ومقاومة الإنسولين وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وتنزيل الوزن وحرق دهون البطن إضافة إلى أنه يعزز صحة القلب والشرائين وصحة الدماغ والكبد ويعزز أيضا المناعة وصحة جهاز الهضم لكن بالتأكيد مع الالتزام بنظام تغذي ونظام حياة صحيين متوازنين تحدثت عن ذلك في فيديوهات سابقة إضافة لاتباع نظام صيام متقطع أو صيام إسلامي وممارسة الرياضة 20 دقيقة حد أدنى يوميا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحم والمغفرة شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضل الدكتور أكابر خطور علي استشاري بالأمراض الباطن والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء بصناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك ولا تقوم بتعديل جرعة الدوابط استشارتي اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام أحبكم جميعا عائلتي الجميعات الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة